أهلا وسهلا فيكم بأقوى سلسلة إنشاء فريق بتاريخ اليوتيوب السير اسماعيل وفيتش رح يبدأ نعم أنشئ ناديك الخاص فرجونا الحماس بالمنتدى عملت بوست وقلت لكم أكتر اسم بيأخد لأكاد رح يكون اسم الفريق الله لا يعطيكم إلا العافية وكسر يديكم خليها على الله هذا اسم فريقنا خلأ كل شي على رب العالمين ما في أحلى من الشي اللي بيجي من رب العالمين اختصار الاسم على الله يعني رح يبدو بالدعاء والعمل الصالح إن شاء الله فريقنا رح يمشي طبعا رح نبلش من أصعب شي من الدرج الرعب على إنجليزية ترتيبية الثانية EFL 2 ورح يكون خاصة من سالفورد سيتي رح تكون مباراة كلاسيكو هلأ رح نضبط الألبسة واللوغو والملعب بس بدي منكم تفجولي زر اللايك وتفرجوني الاشتراكات لحتى نعرف إذا رح نكمل بالسلسلة ولا لا 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 لازم حماس لازم حماس هيا بنا طبعا الألبسة متعوب عليها بشكل كبير وفي شعارات FC24 اللي يدعمونا يجيبونا عملاء أحرار يجيبونا لعبين يطوروا مثل ما شايفين اللباس الأول أحمر لأول مرة من اللباس أحمر التالي هاو بيض أحمر والثالث ما له علاقة بلباسين لحتى يكون لباس ثالث مميز ولباس الحارس بعيد عن الكل بس اللباس الأول عالمي جدا رح مفرجوكم يا مع اللاعب مثل ما شايفين رهيب تقييمكم وبنفس الوقت هذا هو اللوغو متناسب مع الفريق وممكن نغير الألبسة وكذا كل موسم سمايلوفيتش استادبي التسع فقط لأربع آلاف متفرد المدرجات رح تكون حمراء وشوية شجر هيك حول ما يعني نحنا نادي فقير على الله بس إذا لقيت منكم دعم ولايكات واشتراكات وحبيتوا تحضروا المباريات فمنكبر لكم ملعب ليش لا هيا بنا طبعا رح نبلش بأضعف شيء وتشكيله رح تكون شابي للغاية ربما يطلعنا منهم واحد هكي بيتطور أو كذا ورح يكون معنا خمسين مليون دين مديونين فيها رح نجيب لاعب واحد ممكن نجم للفريق والباية على رب العالم هذول اللاعبين للفريق يعني واعف ما واضح من واعفتهم فريقنا سيء جدا طبعا المستوى مطلق هاي نحنا متفقين بين بعض بنلعب من أربع سنين لهلا مطلق حتى لو بنخسر عشرة صفر الجماعير النادي بتدعمه لآخر لحظة ولكن لأول مرة بتاريخ القناة رح نخلي صرابة المفاوضات صارمة يعني ما فيك تحصل اللاعب بشكل سهل أبدا أبدا وممكن تدفع فوق قيمته فرح يكون السير اسمايلوفيتش هو حلال الأمور إن شاء الله رح زبطكم نعم إذن اسمايلوفيتش بأول مؤتمر صحفي بافتتاح النادي بخمسين مليون دين فريق سيء جدا في ناس عابت له أبو ريشي بس هو عن جد اسمايلوفيتش طولوا بالكم عليه ورح يفرجيكم إمكانياته التكتيكات بنعملها بعد ما نشوف وضع النادي ومين عندنا لعبين هل ممكن يطلع لنا لعبين أقوية التشكيل وشي لكم منها هلا خلينا نروح لأكاديمية الشباب ربما يطلع لنا لعب بيتطور سمولي بالله أيبنا يعني 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 فيه هلا هذا تركي أنيل كارا 16 سنة 56 ريت وبيوصل لثلاثة ثمانية الحلو فيه إنه 16 سنة وبيوصل لثلاثة ثمانية ممكن وصلوا أكتر ليش لا خمسة ثمانية ممكن ما نقدر نصعدوا للفريق الأول حاليا لأنه لازم يتدرب لمدة سنة فرح صاعد التركي بمعنى طاقاته 56 وقريبة من طاقات لاعبتنا الله يسترنا من هاي السلسلة ورح نخلي البرازيلي نعمل له خطة تطوير والله بيتطور بشكل رهيب ست أسابيع وبدون علاو التطوير ما حطينا لسه المدربين اللي بيطوروا اللاعبين بعد سنة منشوفك يا دي اوليفيرا الباي صراحة ما عجموني أبدا الله يشوف أغلى لعب عنا ستمائة ألف وعمره 23 طاقاته 62 يعني ما في عندك أمل من اللاعبين النادي إنه واحد منهم يتطور صراحة هلا هذا الكارا شكله عنده تزديد سقطه وتزديد بارعة من هلا بلاي ستايل حلو حلو جدا إن شاء فريق رح تكون مولعة رح نزلوا آر ديميلي مباشرة مكان هذا اللاعب اللي يضيش أمره 32 سنة تعال أول لاعب ينزل لتشكيلتنا كارا وعفكرة سرعته من هلا 72 يعني في عنده رشاقة وسرعة يا رب يا رب أملنا انت يا كارا فبسم الله الرحمن الرحيم سير اسماع الوبيتش رح يفاجئكم من البداية بهذه السلسلة بما أنه أردو غولير مصاب وما أدر يلعب مدريد وكذا فرحنا رح نحاول نخطفه منهم وطبعا نحن داعب رعنا نجم بالسلسلة من سميه المدلل ويبدو أنه رح يكون أردو غولير وإضافة شكله الحقيقة للعبة رح يعطينا واقعيه فبسم الله الرحمن الرحيم نصرف فلوسنا على أردو غولير ونحاول نقنع ويجي لعنه هو قيمته 24 مليون فقط تخيل فممكن أن نحصله بسهولة ولكن المفاوضات صارمة فعني ما بتقدر تعطيه 20 مليون وبعدين كذا وهاي فرح يعصف فورا أنشيلوت عم يقول 25.6 والله الصارمة طلعت سهلة يا شباب بس رح نحاول والله يلا 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 أردو غولير نجم الفريق مدلل الفريق بأول حلقة أهلا وسهلا بك إلى فريق خليها على الله كدناك ما في طلع أبدا ممنوع تطلع على أي نادي حبيبي شو سنتين ما سنتين عم نحاول أن نأخذه أكثر ثلاث سنين قناعناهم صدم أردو غولير من البداية ما في شرط جزائي حبيبي خود اللي بدك يا بس نزيل المكافأة وتبضل معنا للأبد رح نخليك مدلل لو كان أداك جيد بالكام نعم إبل بـ 30 ألف وان صدم من المعاملة من السير سماعيلي ويتش كلمتوا ما بتصير اثنين أبريشي استلم لي يا يا مساعد أول جميل هايو هذا مساعدنا رح سوي لي يا زلمة هذا كل التمرين بدي ينصاب مع ريال مدريد هوا ما عنا نحن رح تاخد رقم 80 بالأيام رقم اسماعيلينو هذا ما بينعطل أحيال لحدا فشد لي أمورك وخليك زلمة هايو بنا التقييم أي مع مفاوضات صارمة صفقة ممتازة للمصاب دائما أردو غولير طبعا هذا اللاعب رح يكون الأقوى بالفريق أردو غولير رح نضبط الخطة بعدين من التكتيكات حاليا من روح للرؤية التكتيكية نحن عنا نجم واحد بس مجبورة لعب على الجناح رح نتمد على الأجنحة بالموسم الأولى خلينا لكم ليش متل ما شايفين هون أكتر المدربين اللي رح يطورنا لعيوتنا الموجودين خبرة هن على الجناح موجود عنا ثلاث مدربين رائعين جدا فمنادر نطور فيهم هيك الوسط والهجوم بشكل ممتع فإذا حاليا وظفت عندي 13 مدرب مساعد لألي برواتب خفيفة شوية في منهم خبرة بالوسط محظوظين كنا عنا خمسة مهارة بالوسط فمثلا هلا بنروح عند أردوغولير بعد ما حطينا مدربين وسط صار 66% زاعد فهذا شي جيد جدا كموسم أول من نزد له السرعة والتسارع كموسم أول والمهارة وبهذا الشكل صرنا بنكشف اللاعبين إذا بيطوروا ولا لا بعد ما حطينا المدربين فعندك 100% للهجوم وشكله هذا التركي رهيب يا جماعة وحاليا إجا وقت اللمسات القوية لازم نحط كشافين قديش مكلفونا لازم نحط خمسة مهارة وحكم فعندك هذا أربعة مليون غالي شوي ولكن إنجليزي ممكن يجيب لنا مواهب نارية وخصوصا العملاء أحرار بما أنه إنجليزي رح حطوا بإنجلترا جيب لي مواهب من الدوري الإنجليزي كمان عنا كشاف تاني إسباني فأيضا رحنا على الدوري الإسباني مع هذا الكشاف الإسباني واحد بالدوري الإنجليزي واحد بالإسباني هل بيطلعنا خمسة حلو طلعنا واحد ثالث هولندي خمسة زائد أربعة حكم خلي روح على الدوري الإيطالي كمان هاد عندك أربعة زائد أربعة أيضا كشاف روماني نأخذه على الدوري الألماني فبهذا الشكل صار عنا أربعة كشافين ممتازين هؤلاء اثنين رح أطردهم والباقي رح يزبطونا فبعد ما حطينا هؤلاء الكشافين ظل معنا سبع مليون فلسنا يعني فريقنا هو عبارة عن أردا قولير حاليا معنا غير وزراحة كمان ممكن نحطنا كشاف لأكاديمية الشباب والله هل بيطلعنا خمسة بخمسة طلعنا هذا ثلاثة مليون رح نفلس بس يلا الله بيجيبونا لعبين شباب ومنعمل شبكة استكشاف خليها هاي المرة بالبرازيل هذا يرح يبحث موش بالدوري بالدولي رح يبحث لك عن مواهب شابة لمدة ثلاثة شهور ويرجعنا نعم إذن بعد هاي اللمسات الرائعة قرار إقالة من الإدارة يا أولاد الحلاط طولوا بالكم شوي شو السبب شوف شو يعمل لك عندك الحرية الكاملة بشأن الموافقة على شروط العقود مع اللاعبين لاحظنا أن قيمة الصفقة الأخيرة لأردا قولير تتجاوز بكثير أي عقد موجود بالفريق وتخلق هذه المواقف عدم استقرار في غرف التغيير يا أولاد لا هو موافق زلمي موافق أنا متفق مع هو بدي يجي على فريق اسماعيل أنتو شو داخلكم بعطوني فرصة جديدة يا أخي يا فيفا ألو بالنسبة لقوانين كارير مود هل بيقدروا يطردوني بعد السماء لعب ولا مباراة صحي خبروهم خبروهم يالله ما ما حبيبي لابد بدي ضل أنا حكينا مع فيفا وإن شاء الله فيفا رح ترجعنا بعقد جديد إن شاء الله يعني ما 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 يصير مشاكل وخليها على الله هيا بنا بنرجع لنا يعني أنا جاي بلكم نجم للفريق وهو أبلان هو الزلمي عمين صاب ببو أنا وعدت بكتير شغلات كذبت عليه شوي طيب إدارة النادي أنتو لتولي تعقدات منطقية أنا والله أوسكار بوب لاعب معجب فيه جدا منروح من السروق من عند مين من عند غوارديولا لاعب نسا عمرو 19 سنة وقيمته مليونين و 400 الف لا تقل لي قيمة سوقية وما بعرف شو أنا من براسي لغوارديولا أردن كولير وبو إياه لا معالمي أبو ريشي سماعي لوفيت تشد لي أمورك أمام غوارديولا لأنه هذا اللاعب مهم جدا للنادي سوف أعطيهم مليونين و 400 الف بالضبط لأنه خايف المفاوضات الصارمة لنسا ما متعود عليها خايف أعطيه أقل من القيمة لاني نشوف بدنه مليونين ونصف شوف اسمعني يا غوارديولا أنا بيوم الأيام رح يجي وجلدك بالبريمير لينك سماعني أم لا أعطيني له مليونين و 400 الف شايف خبرة خبرة معلم هدلي بوب لألا طبعا النرويجي من هلأ سراع 76 توازن يعني عنده طاقات رائعة جدا أربع مهارة و 3 قدم ضعيفة وعنده براعة ومكانيات فنية وتمرير حاسم أساليب لعب مش صفرة بس يعني بيضة وجيدة هيا بنا إذا وصلنا بوب وباستقباله الاردوغلر شوفه متحس وها من شدة من ضبطه من خلي ذلم بإذن الله هيا بنا هلا بوب قدمه يسرى فمن خليه على اليمين من البداية إذا أخذنا كارة على اليسار هو بهذا الشكل صار عنه ثلاثة بوب يا بوب كيف تطورك يا بوب إن شاء الله عند حصن الظن خمس أسابيع ولسه لسه مستقر شوي شوي رح يكون أقوى بإذن الله قدم ضعيفة وسرعة خمس أسابيع بوصل 67 ريت والتطور مية بالمية طبعا حاليا أوسكار بوب مثل ما شايفين ما عنده جاهزية لازم نظبط له خطة ترفع له الجاهزية فهي اعتماد كله على الأداء حاليا ركزنا على أداء بوب أردنجولير وكارة التركي أنيل كارة إذن غيرنا المركز ما زاد اللاعب ولكن إن شاء الله تطوره بيمشي بسرعة أكسر أسابيع سيوصل 58 وبس يلاعب أكثر بصير تطوره أسرع إذن جتنا رسالة إنه أردنجولير بقمة لياقته الآن فشوفوا لما تروح لعنده خلص جاهزية واللياقة تمام نرجع منعمله متوازن سمولي بالله بلش الكشاف يجب النعملاء أحرار طبعا ممكن يكونوا جيدين فعندك هون نيكولاس فلوريس أرجنتيني والله ممكن نضيفه وعندك هون هذا الكلام حلو جدا كار ديناس فضولي الاسم جوليو رح نسميه اسمه الأول نعم خمسمية دولار يا شباب هذا اللاعب والله ممكن يتطور ليش لا هذا اللاعب لازم نركز عليه وأقوى من اللي عنا صراحة و سي دي ام يعني أنا أنا متفاعل فيه لأنه عمره 16 سنة يا سلام يا سلام يا سلام مليون ونص سي دي ام تاني فرنسي طبعا نحن نحكي عن طاقات ستينات بس نحن في حالين فيهم بالنسبة لفريقنا هون ممتازين جدا وأعمالهم صغيرة ممكن يتطوروا معنا هذا اللاعب روبين لازم نسميه روبين بلعب جوكر يا جماعة طوله مية وستة وتسعين سنتي طويل أطول لاعب بفيفا حاليا رح يكون إن شاء الله معنا رح لا قريب المترين هذا هل يبين طوله هون يا إلهي شوف ما أطوله بالنسبة لهذا هلا خلينا نشوف طاقاته والله مية وستة وتسعين سنتي والله مية وستة وتسعين هذا الفرنسي هذا من أول ما نجيبه هذا الشيء ما تحطوا اليوم احوار خلي هذا الارجنتيني محور ومنحط هذا مباشر سي بي وممكن إذا حولنا له سي بي يمشي حاله شوف مباشرة هو بيلك بلعب محور الأرض مدافع الأرض يا رب يكونوا بيتحول لسي بي أيوا أسبوعين يا رهيب وطاقاته الدفاعية ممتازة تدخل وقوفا تدخل بزحلقة القوة البدنية كل شي كل شي تمام عند هذا اللاعب يا سلام بلش تطلع لللاعبين 64 وف عنده ميزتين بلاي ستايل هذا عندك سي دي ام تاني مليون واربعمائية قيمته هذا والله كمان لا 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 يطلعوا رهيبين جدا يا الله لا 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 فريقنا بلا شي كتميل طبعا يعني مش شرط انه يتطوروا مية بالمية بس هدول الممتازين لما هو اسم اول بلانكو والتسعة وستين ريت حارس اسمه لا 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 يا شباب طبلي فالك كفيفة 72 ريت مليون وثمانمائية الف ممكن ما يتطور بس يعني بالنهاية نحنا منجيبه لموسم اول رح يفيدنا جدا لا يا شباب طلح طول الحارس مية وثمانا وتسعين سنتي لا 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 مدافعنا وحارس هذا ورتيقة والله ما بتركك حتى لو طلعت ما بتطور ابدا وعنده مستقبل العرضيات واجادة اللاعب بالقدم من البداية وهو تشيلاوي 18 سنة عملاء احرار رهيب جدا فحاليا كل الفريق تعاقدنا معهم ما عادة لاعب واحد واللي هو اليسار ما قدرنا نجيب البي لحد الان وان شاء الله من لائب الكو على احرار جماعة الف سي 24 فيها مواهب رهيبة جدا جدا شوفوا هذا الارجنتيني اللي بيلعب سي دي ام سي ام سي بي اللي جبناه وتفعلنا فيه رح خليه يسار لانه شفته انه بخطة تطوير بيلعب البي حاليا رح حوله مركز وشوف بدون تحويل مركز محط لك اصفر البي ابيض يعني بيلعب ما عنده مشه وجبت هذا جوهانسن ما بعرف شو وضعه عمره 21 نرويجي يعني 61 رج جيد ورح نلعب بهذا المحور وان شاء الله هاد رح يتحول معنا لسي بي اطول لاعب الفريق وشوية جوية رح نفظ الاسماء فصار عنا اداعش لاعب تعاقدنا معهم اغلبهم ام لا احرار طبعا عطيني الكابتنية لاردة غولير من البداية واذا يا اردة غولير قديت بشكل جيد رح اعطيك رقمي رقم 80 وتكون الكابتال للابد اذا حاليا فريقنا جاهز لا اول مباراة مع اردة غولير بالدوري رح تكون ضد نوتس كاونتي خلينا نشوف كيف تشكيلتهم هاي تشكيلتهم عندهم بالمر مش بالمر الحقيقة لا لازم مؤتمر صحفي لحتى نرفع المعنويات اول مؤتمر صحفي لسير اسمايلوفيتش كيف تسير التحضيرات للمباراة الاولى لدينا الكثير من الكفاءات في هذه التشكيلة فعلي المعنويات لسا جلسة تدريبية لحتى نختبر اللاعبين ونشوف اشكالهم واكتر شي هدول الاطوال اللي عندنا سيناريوهات هجوبية للبطل بنذكروها من السلسل الماضي بتعطينا ميزات لاردة غولير تزديد قوية لمسي اولى لبوب نسموني بالله نختبر تشكيلتنا اول حصة تدريبية السلام لا 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 ضيف انت عب تحكي عن تشكيلي بالستينات اردة غولير يا ولد جوهانسن لا 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 يا جاكوب هذا جوكوبة بطيخة للمهاجم هذا رح يضيع كتير اردة غولير هذا هو المهاجم مش هداك هذا شكله افضل ايوه يا الله بالتدريبات ولا هدف فما بالك بالمباراة الحقيقية جوهانسن اخيرا الله لا يعطيكم الا العافية جرب لي واحدة تانية جوهانسن يا سلام بلش يبلش يبلش يالله يجب تكون تسألوني الحصة التدريبية الاولى بتخزي خليها لا الله المشكلة اردة غولير يعني هذا اللي المتفائلين فيه ما عادر يعمل شي ايوه جوهانسن يا الله شو في الانهامة اسوه اردة غولير عطينا ارطوطة يبعا عمل لي نجم الفريق انت يالله يا ولد ايوه بس بحياتنا ما رح نجيب الميزات مره اخرى من اصل عشرين الف نقطة جبنا ستة الاف وسبعمية يا شباب يا 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 سلام اردة انهاك 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 يا ولد اردة مره اخرى شفلي العرضية ايوه بالرأس لا هلا اكتشفنا اكتشاف حلو جاكوبسن شكله رأسيات وقوية السلام حلو والله جاكوبسن عجبني عجبني بهاي المرة سبعة الاف نقطة جبنا اعلى مرة بصبعدين جدا الى عشرين الف يا شباب معناها بالتمرين كل شي بصير في امل ان شاء الله في امل ان شاء الله سبعة الاف وثمانية نقطة لا بدنا نأخذ الميزات ولكن جربنا التشكيلة وهيا بنا بسم الله الرحمن الرحيم اول مباراة على استاد اسمايلو فيتش بتشكيلتنا المتواضع جدا بيبي بغض النظر انه قولير نجم الفريق هيا بنا سميلي بالله وشفلي الباص اللي جاين فيه ابو ريشج اسمايلو فيتش السير فورا اخذونا للملعب ما فيلا مقدمات شوف ارضية ملعبنا متهالكة لانه فريقنا بتعرفه يعني ما عندنا فلوس نحنا يا جماعة والله انه ستايل اللعبة وكذا كله حلو 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 بوب يلا يا بوب جايبينك بالسيتي ارضي قولير لازم يكون نجم كبير اول هجمة اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 أرده، دابولينو أنت يا مالي الوحيد كارا دابول تعال نرى هذا الشكل يا دابول هل هذا ثلاثة وثلاثة نرى الانطلاق نرى كيف يدع هذا دابولينو هذا سيطر بفريق حتى رجلي كبار يا زلمي لا أعلم كيف يدع دابولينو هل من تقل؟ لا تعال 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 تمركز سبالي لا مش جزاء حكم حكم تمركز سيء يا أخي لحتى سحبته لهوني كوكبس دائرة بده نص على يستجيب هذا الروبين صح أنه طويل بس هبيل جدا يعني متر وثمانا وتسعين على الفاضي الله لا يعطيك لها فيه حارسنا يا حارس نرجعنا يا حارس لا خلاص خلاص راح الكأس شكله راح لازم لازم نجيب تعقودات كثير للدكة وحارسنا أحيانا بتحسه سوبر مانا أحيانا بتحسه سيء جدا الكرة يا ولد حلو حلو دفاع حلو دفاع فلوريس لازم تنفجر لازم تنفجر لعب سيتي ونجم حلو دفاع معلتي بوب وآخرا بوب بوب ترجمة نانسي قنقر اتمنى انهم سأخذون بعض الأسئلة اجلت فريقك اجلت فريقك اجلت فريقك اجلت فريقك اجلت فريقك اذا سأخذون خطوطه اجلت فريقك ترجمة نانسي قنقر